قصة الاجتماع المرتقب للإطار التنسيقي لمناقشة الاتفاقية العراقية التركية ومن وقاها لأنه يقال أن هذه الاتفاقية وقعت لصالح تركيا ما بها التزامات للعراق وانشالت الحكومة وقعت الاتفاقية لماذا اكتشفت الاتفاقية ميزان المصالح مختل لصالح تركيا الآن هذه هم فضيحة جديدة لا الاتفاقية الإطارية يعني هي سميت اتفاقية إطارية يعني هي لم تدقل بالتفاصيل فقط اتفاقية إطارية في قضايا عامة على أساس بعد الممارسة والتجربة والتعاون والاجتماعات المشتركة سواء على الصعيد الأمني أو على صعيد المياه أو على صعيد الاقتصادي والتجاري لاحقا تتحول ومن خلال المجلس الاقتصادي العراق التركي تتحول إلى اتفاقيات ثنائية شاملة هي سميت مذكرات يقال فيها خلل واقتلال من مصالح لصالح تركية يا أستاذ والآن الإطار يريد أن ينقع لا يوجد هكذا خلل لا يوجد هكذا خلل البعض قال أنه ليش ما كتب انسحاب القوات التركية هو كتب بصيغة أخرى عن احترام سيادة البلدين سيادة كاملة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وهذه كاتفاقية إطارية صيغة كلش مقبولة يعني في كل الاتفاقيات الدولية تكتب الشغلة بأن احترام السيادة وعدم التدخل أما تدخل بالتفاصيل أكو سلوب يعني التعاون مثل صار على صعيد المياه قضية المياه بيننا وبين تركيا شكلت لجنة عليا من البلدين تدرس حاجات العراق والمشاريع العراق وما تقدر تقدم تركيا في هذا الجانب وبعد أن تدرس وتتوصل لقناعات مشتركة بين الوفدين تتحول آنذاك إلى اتفاقية ثنائية بهذا الجانب كذلك الملف مع تركيا الملف الأمني سيد سبهان يا مذكرة التفاهم عن اتفاقيات هي مذكرة التفاهم لو اتفاقيات لا مذكرة التفاهم صيغة بشكل اتفاقية اطارية شاملة هي لو مذكرة التفاهم لو اتفاقية ما يكو منطقة وسطة سيد سبحان لا اتفاقية ملزمة لا مذكرة تفاهم لوقت محدود اتفاقية اطارية بها مجموعة من مذكرات التفاهم على كثير من القضايا لكن اطارية وليس ثنائية على موضوع محدد وجام بالامن المقصود هو الموقف بككة وبككة تغير موقف العراق واعتبرها منظمة محظورة تركيا ارادت ان يعتبرها منظمة ارهابية العراق ما قبل اعتبرها بالوقت الحالي منظمة محظورة ثم اكتفاوض معاهم لان ينزعوا سلاحهم ويقبلهم كلاجيين او يطلعون خارج العراق او ما مستعد يقبلهم كمجموعة مسلحة داخل العراق بنفس الوقت العراق لديه موقف ايضا يقول ان الحل لقضية بككة ليس امنيا فقط وانما ايضا بجوانب سياسية ولا يخص العراق وتركيا فقط وانما يحتاج ليلة تفاهم اقليمي دخول ايران وسوريا ايضا مع العراق وتركيا وحتى الولايات المتحدة لها علاقنا عما من خلال قسد واوروبا ايضا الاتحاد الاوروبي هو يحتضن كثير من مقاتلي بككة او جناحهم السياسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة